حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كم في الساعة مع تسجيل تضاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية إلى غاية صبيحة الأربعاء المقبل بأربعين ولاية شمالية وجنوبية الولايات المعنية هي تلمسان، عينتي موشنط، وهران، مستغانم، سعيدة، سيدي بالعباس، النعامة، البيض، الشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة بومرداء، ستيزيوزو، البويرة، لمدية البليدة، عين الدفلة، تيسمسيل تيار تغيليزان، معسكر الأغواط، الجلفة، لمسيلة، برج بورريج، أدرار، تيميمون، إنصالح، برج باجي مختار، تمرست، غردايا، لمنيعة، بسكرة، ولاة جلال، المغير، تقورت، الوادي، ورقلة، وولاية إليزي